دور إنساني كبير تقوم فيها الهيئة العامة لشؤون القصر عبر أداء رسالتها النبيلة من أجل حماية أموال أبناء الكويت المشمولين برعايتها يسرني معاكم يكون معاي في هذا اللقاء المهندس حمد عبداللطيف البرجس نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري في هيئة شؤون القصر وكذلك الدكتور عبداللطيف أحمد لسنان نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصر في هيئة شؤون القصر يعني الواحد بعد المقدمات يحتاج يشرب بساكم الله بالخير بداية نبارك لكم المبنى الجديد مبنى شون القصر الجديد و أنا شفته صراحة في التقرير و عرضناهني في التقرير شي جميل و وفخ و منتمنى إن شاء الله يا رب يعني يكون هذا أحد الأدوات التي تزيد إنجازكم و جهتكم بإذن الله أخي أخي مفهد على صدافتنا اليوم في قناة المجلس و لجميع العاملين في قناة المجلس الكريمة في البداية حقيقة أحب أهن أبنائنا القصر و جميع المشمولين بالرعاية بمناسبة افتتاح المغر الهيئة الرئيس الجديد الذي تم تحت رعاية كريمة من حضر الصاحب السمو أمير البلاد و بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ يابر المبارك حب الصباح بافتتاح يوم الثلاثاء الماضي و الحقيقة هذا المبنى الحقيقة الذي يتميز بأحدث المواصفات الذكية و يخدم شريحة كبيرة من أبنائنا القصر و المشمولين بالرعاية 43 ألف مستفيد والله الحمد تاريخ الهيئة و تنشأتها إذا نبدأ فيها الهيئة و نشأت في عام 1938 في عهد مغفور للشيخ أحمد الياض و الصباح نعم كان حقيقة بعد نظر من حكام دولة الكويت بهذه الشريحة التي توصتنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الشريحة الإنسانية فكان الحقيقة العمل فيها متواضع و بسيط و تطور العمل فيها في عهد سبو الشيخ صباح السالم و عبدالله السالم إلى أصبحت إدارة الأيتام ثم إدارة شؤون القصر ثم في عهد رحمة الله عليه الشيخ يابر أمير القلوب القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العاملة شؤون القصر هيئة ذات شخصية اعتبارية و ميزانية ملحقة يشرف عليها وزير العدل و هناك مجلس إدارة يشرف أيضا كذلك عليها الهيئة الحقيقة مكونة من أربع قطاعات و 17 إدارة مكونة من 850 مظف و الله الحمد مكونين بأحدث عندهم أكثر التخصصات و يملكون ما شاء الله بعض الخبرات بعد مبنى الجديد محتاجين موظفين بعد ساعة نعم عندنا ما شاء الله ساعة المبنى 1150 موظف فبالتالي الله الحمد الحمد الآن قطعنا شوط كبير في مرحلة المباني مالتنا و بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون هناك خطط مستقبلية بما يتعلق بأعمالنا التي سوف تقدم المشمولين ممتاز دكتور عبداللطيف دعنا نتحدث بشكل مختصر شؤون القصر ماذا تهتم فقط بإعطاء الأموال لأصحاب منهم يفترض بأن يأخذون هذه الأموال أو في أمور أخرى تفعلها شؤون القصر فلسفة هيئة شؤون القصر هي بثل ما ذكر الأستاذ حمد هي فريدة من نوعها بالنسبة للمؤسسات الحكومية داخل الكويت وأيضا هي نواة جميل جدا على مستوى العالم العربي بشكل عام الكويت رائدة في فلسفة هيئة شؤون القصر والفلسفة هي أن المتوفي مني توفى على طول هيئة شؤون القصر إذا كان عنده قصر على طول تكون هي المسؤولة المباشرة عن كل تركة هذا المتوفي بحيث أن تحافظ على الأبناء القصر بشكل عام وطبعا إحنا بدورنا مباشرة نعمل اتصال مع البنوك كلها المحلية تقريبا 21 بنك داخل الكويت محلي وأجنبي التي تتعامل معهم الهيئة وكذلك بالنسبة للشركات والسجل العقاري وغيرها من المؤسسات والبورصة فنعمل عملية الاتصال مباشرة بوفاة المتوفي ثم بعد ذلك يتحول هذه جميع التركات الخاصة بالمتوفي إلى هيئة شون القصر ثم بعد ذلك تقوم عملية القسمة الشرعية فطلع البالغين بالنسبة للمتوفي إن كان عنده أبناء أو والدته أو أحد من الورثة غير القصر نعطيهم تركتهم ثم بعد ذلك ندير نحن تركة القصر فلسفتها هي حماية تركة المتوفي للقصر وهذه فلسفة رائدة جداً حتى يبلغ 21 سنة ثم بعد ذلك يستلم جميع أمواله الخاصة بيها ممتاز وفيه استثمارات طبعاً مالية طبعاً ما في شك ندير كل أمواله إن كانت أسهم نحصل أسهم وأرباحه إن كانت عقارات ندير هذه العقارات ونسدد الشواغر منها بالنسبة للعجارات إن كان هناك تخارجات بالنسبة لبعض البيوت أو غيرها من الأمور ندير كل تركة المتوفي للقصر بما يتناسب حاجتهم وكذلك داخل الكويت وخارج الكويت إضافة إلى أن الهيئة لها استثماراتها الخاصة بالنسبة للتركة وبالنسبة لإستثمارات الهيئة هي أيضاً صانعة استثمار داخل الكويت وهي أيضاً من أقوى الاقتصاديات العقارية داخل الكويت عندها عقارات تتجاوز 300 عقار تديرها الهيئة شؤون القصر فهي أيضاً من المستثمرين والاستراتيجين في دولة الكويت فيما يتعلق بالعقار وكذلك المساهمات الخاصة بالهيئة إن كانت في أسواق المال أو كانت على مستوى الصناديق أو كانت على مستوى المحافظة النقدية التي تديرها هيئة شؤون القصر ممتاز مهندس أبو عبداللطيف كلمنا عن الخدمات التي تقدمونها بعد هناك حقيقة أنشطة مشاريع اجتماعية متنوعة تقدمها للمشمولين بالرعاية وأبنائنا القصر هناك مشاريع وأنشطة اجتماعية تتعلق بالمساعدات الدورية التي تقدم لهم مساعدات التأثيث مساعدات الترميم كذلك هناك مشروع أنشطة المؤنى الرمضانية وكذلك هناك رحلات مشروع الحج والعمرة الحقيقة هذه الأنشطة تكون وفق خطط مبرمجة وتتم في أوقات محددة داخل السنة ويتتم خدمة أيضا كذلك أبناء القصر بهذه المشاريع من خلال أيضا التعاون مع أجلية الدولة المختلفة كبنق الاعتمان والبنوك المحلية بما يتعلق بكل الخدمات التي تقدم لهم ممتاز وطبعا هذه الخدمات التي تقدمونها هي مباشرة من ولي الأمر يعني هو مثلا يطلب مثلا إذا كان يبي سيارة للقصر اللي عنده أو يبي أي حاجة نعم هي تقدم طلب عند الإدارة المختصة ويقوم ببحث هذا الطلب ويتم هناك باحثهم متخصصون أو فنيين بزيارة عقارات القصر للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وحصر كل ما يحتاجون دور إنساني كبير تقوم فيها الهيئة العامة لشؤون القصر عبر أداء رسالتها النبيلة من أجل حماية أموال أبناء الكويت المشمولين برعايتها يفسرني معاكم ويكون معاي في هذا اللقاء المهندس حمد عبداللطيف البرجس نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري في هيئة شؤون القصر وكذلك الدكتور عبداللطيف أحمد دسنان نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصر في هيئة شؤون القصر يعني الواحد بعد المقدمات يحتاج يشرب نساكم الله بالخير بداية نبارك لكم المبنى الجديد مبنى شؤون القصر الجديد و أنا شفته صراحة في التقرير و عرضناهني في التقرير شيء جميل و وفخ و منتمنى إن شاء الله يا رب يعني يكون هذا أحد الأدوات التي تزيد إنجازكم و جهتكم بإذن الله أحبك العافية أخي أبو فهد على صدافتنا اليوم في قناة المجلس و لجميع العاملين في قناة المجلس الكريمة في البداية حقيقة أحب أهدنا أبنائنا القصر وجميع المشمولين بالرعاية بمناسبة افتتاح المغر الهيئة الرئيس الجديد الذي تم تحت رعاية كريمة من حضر الصاحب السمو أمير البلاد و بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ يابر المبارك حب الصباح بافتتاح يوم الثلاثاء الماضي و هذا المبنى الحقيقة الذي يتميز بأحدث المواصفات الذكية و يخدم شريحة كبيرة من أبنائنا القصر و المشمولين بالرعاية يصل إلى 43 ألف مستفيدون الله الحمد تاريخ الهيئة و تنشأتها إذا ندخل فيها الهيئة و تنشأت في عام 1938 في عهد مغفور للشيخ أحمد الياطر الصباح من سالة 38 نعم نعم شوف الاهتمام القديم نعم نعم كان حقيقة بعد نظر من حكام دولة الكويت أنا ذاك بهذه الشريحة التي أوسطنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الشريحة الإنسانية فكان الحقيقة العمل فيها متواضع و بسيط و تطور العمل فيها في عهد سبو الشيخ صباح السالم و عبدالله السالم إلى أصبحت إدارة الأيتام ثم إدارة شؤون القصر ثم في عهد رحمة الله عليه الشيخ يابر أمير القلوب القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العاملة شؤون القصر هيئة ذات شخصية اعتبارية و ميزانية ملحقة يشرف عليها وزير العدل و هناك مجلس إدارة يشرف أيضا كذلك عليها الهيئة الحقيقة مكونة من أربع قطاعات و 17 إدارة مكونة من 850 موظف و لله الحمد مكونين بأحدث يعني عندهم أكثر التخصصات و يملكون ما شاء الله بعض الخبرات بعد مبنى الجديد محتاجين موظفين بعد ساعة نعم عندنا ما شاء الله ساعة المبنى 1150 موظف فبالتالي الله الحمد نحن الحمد لله الآن قطعنا شغط كبير في مرحلة المباني مالتنا إن شاء الله و بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون هناك خطط مستقبلية بما يتعلق بأعمالنا التي سوف تقدم المشمولين إن شاء الله ممتاز ممتاز دكتور عبداللطيف خنتكلم بشكل مختصر شؤون القصر يعني شنو تهتم فقط بس بإعطاء الأموال لأصحاب يعني من هم يعني يفترض بأن يأخذون هذه الأموال أو في أمور أخرى تفعلها شؤون القصر فلسفة هيئة شؤون القصر يعني هي مثل ما ذكر الأستاذ حمد هي فريدة من نوعها بالنسبة للمؤسسات الحكومية داخل الكويت وأيضا هي نواة جميل جدا على مستوى العالم العربي بشكل عام يعني الكويت رائدة في فلسفة هيئة شؤون القصر والفلسفة هي أن المتوفي من يتوفى على طول هيئة شؤون القصر إذا كان عنده قصر على طول تكون هي المسؤولة المباشرة عن كل تركة هذا المتوفي بحيث أن نتحافظ على الأبناء القصر بشكل عام وطبعا نحن بدورنا مباشرة نعمل اتصال مع البنوك كلها المحلية تقريبا 21 بنك داخل الكويت محلي وأجنبي التي تتعامل معهم الهيئة وكذلك بالنسبة للشركات والسجل العقاري وغيرها من المؤسسات والبورصة فنعمل عملية الاتصال المباشرة بوفاة المتوفي ثم بعد ذلك يتحول هذه جميع التركات الخاصة بالمتوفي إلى هيئة شؤون القصر ثم بعد ذلك تقوم عملية القسمة الشرعية فطلع البالغين بالنسبة للمتوفي إن كان عنده أبناء أو والدته أو أحد من الورثة غير القصر فنعطيهم تركتهم ثم بعد ذلك ندير نحن تركة القصر فلسفتها هي حماية تركة المتوفي للقصر وهذه فلسفة رائدة جدا حتى يبلغ 21 سنة ثم بعد ذلك استلم جميع أمواله الخاصة بيها ممتاز وفيه استثمارات طبعا مالية لفيشور القصر طبعا ما في شك يعني ندير كل أمواله إن كانت أسهم نحصل أسهمة وأرباحة إن كانت عقارات ندير هذه العقارات ونسدد الشواغر منها بالنسبة للعجارات إن كان هناك تخارجات بالنسبة لبعض البيوت أو غيرها من الأمور ندير كل تركة المتوفي للقصر بما يتناسب حاجتهم وكذلك داخل الكويت وخارج الكويت إضافة إلى أن الهيئة لها استثماراتها الخاصة بالنسبة للتركة وبالنسبة لإستثمارات الهيئة هي أيضا صانعة استثمار داخل الكويت وهي أيضا من أقوى الاقتصاديات العقارية داخل الكويت يعني عندها عقارات تتجاوز 300 عقار تديرها الهيئة شوء القصر فهي أيضا من المستثمرين والاستراتيجين في دولة الكويت فيما يتعلق بالعقار وكذلك المساهمات الخاصة بالهيئة إن كانت في أسواق المال أو كانت على مستوى الصناديق أو كانت على مستوى المحافظة النقدية التي تديرها هيئة شوء القصر ممتاز مهندس أبو عبداللطيف كلمنا عن الخدمات التي تقدمونها بعد هناك حقيقة أنشطة ومشاريع اجتماعية متنوعة تقدمها للمشمولين بالرعاية وأبناءنا القصر هناك مشاريع وأنشطة اجتماعية تتعلق بالمساعدات الدورية التي تقدم لهم مساعدات التأثيث مساعدات الترميم كذلك هناك مشروع أنشطة المؤنى الرمضانية وكذلك هناك رحلات مشروع الحج والعمرة لحقيقة هذه الأنشطة تكون وفق خطط مبرمجة وتتم في أوقات محددة داخل السنة ويتتم خدمة أيضا كذلك أبناء القصر بهذه المشاريع من خلال أيضا التعاون مع جللة الدولة المختلفة كبنق الاعتمان والبنوك المحلية بما يتعلق بكل الخدمات التي تقدم لهم ممتاز وطبعا هذه الخدمات التي تقدمونها هي مباشرة من ولي الأمر يعني هو مثلا يطلب مثلا إذا كان يبي سيارة للقصر الذي عنده أو يبي أي حاجة نعم يتقدم طلب عند الإدارة المختصة ويقوم ببحث هذا الطلب ويتم هناك باحثهم متخصصون أو فنيين بزيارة عقارات القصر للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وحصر كل ما يحتاجونه هذه الأسرة وفق ضاوض محددة تحددها الإدارة المحددة وتقوم بتقديم هذه الخدمة لهم على أكمل وجه ممتاز ودكتور الاستثمارات في الأموال التي تصير هذه هل هي تعتبر ستكون زيادة لهم؟ يعني كان حاط وديعة هل تجي لها بالزيادة بالاستفادة؟ نعم طبعا نحن عندنا استراتيجية استثمارية متجددة كل خمس سنوات نجددها للاستراتيجية طبعا القصد منها هي تحرص الهيئة على الاستثمار الآمن بالدرجة الأولى و الموافق للشريعة الإسلامية و أنه يحقق عوائد مجزية للهيئة نعم فتحرص دائما أنه نحن الله الحمد يعني في أقل مستوى توزيع وزعنا ثمانية بالمئة أرباح على المشمولين في الرعاية و أعلى مستوى وصلنا إلى 11 و 12 بالمئة تقريبا وزعنا عوائد يعني أنا أذكر يتوقف على شنو هذا يتوقف على الله يسلم كالاستثمارات الهيئة يعني نجاحاتها و الله الحمد يعني في حتة في أزمات المالية في 2008 و 2007 احنا كنا أيضا نوزع أرباح حق المشمولين في الرعاية أنا أذكر عني من السؤال في أخوي بفهج أنه كان واحد خال الأبناء القصر و هي أمهم الأرملة يعني قبل أسبوع يريد يشترون عمارة حق القصر لأنه عندهم يملكون الأموال تكفي عمارة ممتاز فقلت له أنا شو العائد الخاص في العمارة قال لي تقريبا 4.5% تطلع قلت له و في صيانة و في متابع و في كذا قال لي في صيانة قلت له احنا الهيئة الآن على مبالغهم الموجودة في الهيئة قاعد نعطيهم 11% وهم موجودين ممتازين فاستغرب الخاص قال يعني أكيد تعطون قلت له هذه الأخت الآن دخل على حسابها و شوف نزلنا في بداية السنة 2017 11% أرباح حق المبناء يعني السنة كان 11% طبعا 11% قال يقوم و انتهاية استثمرين عمارة و الجماعة يعطونه 11% يعني الله الحمد وهذه طبعا جهود أمانة مع الوزير العدل رئيس مجلس الإدارة و مجلس الإدارة و كذلك العاملين في قطاع الاستثمار انهم دائما يحرصون على ان تكون هناك يعني عوائد و حرص على ان تكون الاستثمار حقيقي و ناجح لتدري ان ما في شك ان هذه تركة للقصر والأموال هذه للقصر يعمال نعم و خاصة المحاجير ايضا احنا يضاف علينا اخوي ابو فهد ان ايضا المحاجير احنا عندنا اكثر من 300 و شوي 360 محجور عليه و طبعا هذه ثقة كبيرة من الاخوان في القضاء اننا يعني امنون في هيئة شون القصر انها هي المعنية في المتابعة اموال المحاجير و احنا الله الحمد يعني قايمين في هذا الدور في متابعتهم داخل الكويت و خارج الكويت كل مؤسساتهم احنا قاعد نحاول ان نوفرها لهم انا بيرحي تكلم عن الاستثمارات خارج الكويت مين يكلمين عنها مهندس ام الدكتور ليتانور كيف دكتور اعجاب عندك نعم احنا عندنا استثمارات خارج الكويت الله يسلمك في اكثر من عاصمة نعم من العواصم الخليجية و كذلك عواصم اسلامية دول اسلامية و كذلك اوروبية يعني الهيئة دائما في استثماراتها ما تحط فقط سلتها في بلد واحد يعني تضع السلة في اكثر من بلد و هذا من تنوع على اساس الموضوع المخاطر و تنوع سلة العملات والله فيه ثاغرات فيه تعترات معينة بس الله الحمد يعني مثل ما يقولون الارباح تحقق مع الخسائر ما في اليوم واحد مستثمر او صانع استثمار يقول انا كل سلالي الاستثمارية و كل مشاريع الاستثمارية ناجحة عندنا ثغرة في صندوق عندنا ثغرة الله يسلمك في شركة احنا كنا مساهمين متوقعين منها ارباح تعثرت هذه الشركة احنا بدورا نتابعها و نقعد معاهم اكثر مرة لكن القصر لا يتحملون اي مسؤولية طبعا لا يتحملون و قصر الله الحمد انا ذكرت في بداية اننا قاعد نوزع عليهم ارباح تتجاوز 11% نعم ممتاز بس انا بدي اسأل سؤال سريع اكثر من مقار عندكم صاحب ليشون القصر في اطار حقيقة خبو فهد خطة الهيئة الجغرافية حرصنا على التواجد في كافة محافظات الدولة عندنا فرع في الاحمدي تم افتتاحها في سبتمبر الماضي و فرع في الجهرة تم افتتاحها خلال شهر الماضي شهر نوفمبر فهذه الفروع الحقيقة تخدم سكان محافظات المحمد والجهرة لا نستسأل فحرصنا على التواجد في كافة محافظات الدولة لخدمة ابنائنا القصر و المشمولين بالرعاية هذه الأفرع الحقيقة تبلغ طاقتها استيعابية إلى أمية موظف مكونة من ثلاث أدوار و سداب فيها إدارات الهيئة المختلفة كل الخدمات المتكاملة تقدم في هذه الأفرع لا يحتاج إلى الرئيسي أبدا بإذن الله كل الخدمات ستوفر في هذه الأفرع توفيرا لمشاقة الانتقال فحرصنا على التواجد هناك هناك أيضا موظفين موجودين في هذه الأفرع يقومون بخدمة المشمولة بالرعاية على أكمل وجه والله الحمد تم الافتتاح خلال يعني أنا اعتبر حقيقة وقت قياسي خلال ثلاثة أشهر والله الحمد أنا اعتبر إنجاز تم افتاح الأحمدي والجهرة والمقر رئيس اسبوع الماضي فالحقيقة أنا يعني بالنهاب عن جميع العاملين أشكر جميع عاملين حقيقة الذين ساهموا في ساهموا في أعمال الافتتاح والبناء والانتقال وتجهيد هذه الفرع من مركز النظم العلومات الإدارات الخدمية والهندسية وكل العامل الحقيقة اللي كانوا يعني واصلوا العمل ليلا ونهارا لإتمام كل المتطلبات الانتقال وتمت بنجاه ولله الحد طبعا هذا واجب يعني وهذه أمانة وأكيد شؤون القصر هم أفضل من يمسك هذه الأمانة بعد الفاصل مواصلين معكم إن شاء الله طبعا الإدارة الهندسية من الإدارات الخدمية اللي تقدم خدمات المشمولين برعاية القصر وهي تتولى الإدارة الهندسية بتنفيذك مع الهيئة يا أخي أبو فهد يعني لو سألتني السؤال هذه شلو الصعوبات التي تواجدك وفي إدارة تركة المواطنيين الكويتيين المتوفين أنا أشعر كمسؤول وكقيادي في هيئة شؤون القصر أكبر معاناة أعانيها مع الأرملة وعيالها لماذا؟ لما أعرف أن الأرملة وأبنائها وبناتها يدعون أن أبوهم كان يملك أرض يدعون طبعا يقولون أننا كنا الروح والسافر والروح أسبانيا والروح أوروبا والروح دول عربية أبونا كان يملك في هذه المناطق بيوت أراضي كذا أين الوثائق؟ والله لا ندري أين الوثائق أنا أذكر نعم أسمع أبوي يقول هاي توني شريح الأرض هذا شريح المزرعة أنا مساهم بالشركة الأفلانية فيه وين الأوراق وين الوثيقة وين الأوراق فما تأخذون فيه طبعا إحنا نحاول إذا أعطونا بعض رموز أو بعض خيوط المعلومات نحاول الراسل إذا كان عند أسهم بشركة مدرجة بنوك معينة في الدول الخليجية أوروبية نحاول الراسل لكن الوصية التي أريد أن أوصي فيها الآن نحن نخلل برنامجكم وقناتكم خاصة إذا أنتم ماخذين شعار بالكويتي متفضل أعرفت كيف؟ أنا وصي دائما أخواننا المواطنين أن يسجل كل ما يملك ويضعه بالتجوري نعم نعم شرأت لك أرض في الدولة الفلانية يسجلها وحطها لا تخش طبعا طبعا لا تأمن في البيت لا تأمن لا تأمن أعطى واحد من ربعك التي تأمن أعطى واحد من أخوانك لا تترك عيالك في الختام بعد وفاتك لأي ظروف خاصة الكويتيين لا يخفى عليك أخي أبو فايد و أخواننا المشاهدين أن الكويتين توسعوا في عملية الشراء خارج الكويت نعم في الآوين الأخيرة وخاصة و سؤلنا سهولة طبعا سهولة طبعا سهولة و الناس بدأت تكون عندها نوع من رفاهية تشتري برا وأيضا أصبح التملك بعضهم استثماري بعضهم سكني فأنا أقصد أنه حرام أن الوصية يترك الأرملة و يترك أمه و يترك عياله أعرف تشتون على عقارات و أسهم و شركات غير مقيدة و المسجلة و يضيعوا تركتهم نحن ما عندنا دكتور و ثقافة الوصية أنك تكتب طبعا يحاولون يحسون أنه فعل لأنه يموت لكن غير مثلا أجانب لديهم الوصية و أول بول طبعا و هذه مهمة و هذه مهمة لازم التقافة تتغير لازم تكتب الإنسان عندي أسهم في الشركة و عندي أسهم بالبنك الفلاني حساب بالبنك الفلاني و عندي أرض في المكان الفلاني و أنا قلت أكلموني أكثر من واحد يقول لك يا أخي يمكن ما هو مؤمن من ظروف المنزل أوكي عطها أي أحد من أصدقائك من زمراءك من تتوفى لا سمح الله و أنت عارفين عن العمار يدلع عز وجل إلا أنت تارك لعيالك شيء يستفيدون منه 100 بالمئة و القصر الخارج الكويت ما تعاملكم معهم؟ نعم نعم خارج الكويت طبعا إن كانت هناك ثبوتياتهم ثابتة يعني كبطايق و جوازاتهم أمور المتوفي رحمة الله عليهم مطلع لهم الأمور هذه يعني هذا أمر طيب إن لم يكن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية و وزارة الشؤون و غيرها من الأمور تستعلم عن حقيقة ثبوت الولد أو الزوجة لهذا المتوف هذا الأمر الأول الأمر الثاني مثل ما ذكرنا إذا كان معلوم بطايقهم ثابتة و جوازاتهم ثابتة و مسجلهم بالجنسية هنا طبعا لا يكون لدينا من تاركة سنطلعها عن طريق حصر الإرث و حصر الورث أنه يبين أن هؤلاء من أبناء المتوفي و يكون نصيبهم متابعة بعضهم في دول الشرقاسية و بعضهم في دول عربية يراجعوننا أن تقول الله أنا أبي فلوس عيالي مدارس نحن نطلع لهم نصيبهم في الأمور هذه بعضهم يستمرون يقعدون في الكويت أمانة هيئة شون القصر بتوجيهات مباشرة من المدير العام لا تقصرون على عيالنا يعني دائما يحرّص الأستاذ براك الشيتان لا تقصرون عليهم حتى التي يضعونها في فندق سكنوها و حاولوا إن شاء الله نعم أمانة على أساس أن هذه أرملة و تكون غير كويتية و هيئة من بره و لا تعرف شيء و قاعد طالب بحقوق عيالنا لهذا المفروض الممنى اليديد مفروض المهندس تقول لكم فندق زيّر نعم سبحان الله هذا الحرص على المشعات يعني يترك أثر حقيقة في نفس المراجعين و الزوار فالحقيقة إحنا المشعات هذه فيها مزودة بأحدث المواصفات و النظب أنا عندي بسودة يتكلم عن موضوع كذلك الإنجازات و الربط عندي جهات الربط لإتقامة الهيئة بالربط فيها إذا سمحت لي نعم في عندنا من جهات الاتقامة الهيئة بالربط عندنا وزارة العدل إدارة الجيل العقاري عندنا بنق الاعتمال الكويتي عندنا الشركة الكويتية المقاصة التعليم العالي الهيئة العامل الإعاقة و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهيئة العامل المعلومات المدنية هذه الهيئات الحقيقة الربط مع ساهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة كيف سهل المهمين بالنسبة لكم بحقيقة أن كل هذه الإنجازات التي تتم الحقيقة من خلال التعاون مع هذه الجهات تتم إنجاز المعاملة و لا يحتاج أن يراجع أي جهة أخرى فبالتالي يتم إنجاز معاملاتهم داخل الهيئة بدون أي عناء و بأسرى وقت نعم، يمكن أن تعتقد أن عمل شؤون القصر يمكن أن يكون هناك نوع من السهولة يمكن أن أقول لكم كثيرا لكن ترى أنه شغل كبير صراحة شغل مالي، شغل حتى إداري مواجهة إلى الجمهور يعني دكتور يمكن أن أنت بساع طلعت شيئا بقلب أتوقع أن هناك بعض القصص لا يوجد شك الله يسأل لك هيئة شؤون القصر كانت مؤسستين مؤسسة بنكية خزينة تحافظ على العقارات وتحافظ على التركة كلها وتستثمرها وتنميها و أيضا في نفس الوقت الله يسأل لك هي تقدم خدمات اجتماعية و رعاية و اهتمام و غيرها من الأمور يعني هذه المؤسسة فلازم تكون أنت محترف اقتصاديا و استثماريا و تنجح هذا الأمر لأنه في النهاية هذا القاصر سيحاسبك يعني يقول لك يا أخي أنا أعطيتك عقار أعطيتك كذا و أين أرباحي و أين كذا فلازم أنت تكون بقد المسؤولية و أمانة يعني نتائج الهيئة في أمرها العام يعني مشرف و الجهاز اللي يعمل في الهيئة بمساعدة طبعا القطاع الخاص نحن لا نستغني عن القطاع الخاص معنا في كثير من مارساتنا معنا القطاع الخاص قاعد يدعمنا في عملية تدريب الكوادر و أيضا على المعالية الله سلمك إدارة بعض المحافظة عندنا فالقطاع الخاص رديف وهذه من بثق توجيهات رئيس الوزراء أن نوجه العمل الحكومي بملاسقة اللي هو القطاع الخاص في التعامل معنا نعم يعني القطاع الخاص يعني الآن صار هو المهم للتنمية بشكل عام لكل شيء و نجاح أشيء طبعا يكون موجود مهندسنا إذا تكلمني الشكل أنت وضحت المبنى بأنه عساس سعة المصافط للسيارات أو بعد فيها أسباب ثانية؟ لا و طبعا ما يخذف يعني التصاميم يعني روعية في التصاميم هو السعة المكتبية للمكاتب و عدد الأداد الموظفين الموجودة فيها رأينا الاحتياجات المستقبلية أي ببنى يصمم إذا ما رأيت فيه الاحتياجاتك المستقبلية ممكن أيضا يفشل في إدارته وتشغيله فبالتالي أنت همشي عندك أن يكون هناك تقديرات واضحة أنت شوال الخدمة التي تقدمها فيه العداد المستقبلية العلاقات بين المساحات وبين المكاتب و ما ستكون هذه الأمور حقيقة إذا تم مراعاتها في التصميم يكون هناك مشروع ناجح بإذن الله فبالتالي والله الحمد في البدايات كان هناك مراعات في التصميم بالتنسيق مع وزارة الأشغال لتمام التصميم لهذا المبنى بأعلى طاقة استيعابية و كذلك مواقف السيارات الموجودة فيه كذلك حرصنا مثل ما قلت لك تفضلت أن يكون هناك ثعة مناسبة لهذه السيارات و يخدم شريحتنا كافة الشرائح التي نخدمها ممتاز أنا لازم أزوركم و شوفكم حياك الله شايفين كهواني قاعد كل شيء موجود يمتفضوا حياك الله الأموال تجمد ماذا طريقتها معكم نعم بسبعينيات نعم الله يسلمك بعض البالغين إذا بلغ سن الواحد وعشرين أما بسبب مرض أو بسبب الله يسلمك يعني انشغالاتها أو كذا فما يراجع الهيئة باستلام حقوقها نعم النقدية أو إذا كانت أسهم أو يعني التركة فتستمر هذه الأموال يعني مثل ما تقول متراكمة نعم موجودة في الهيئة يعني تصل إلى في بعض الأحيان إلى 7 مليون دينار ما شاء الله أي نعم أي نعم أي نعم ما تفعل فيها لها بدها معينة هذه لا والله إحنا أمانة نعم 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 في وسائل الجرائد الرسمية نعم 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 يبين عندها إذا كان عندها مبالغ مالية موجودة في الهيئة و ما علي إلا يعني أنا أتوقع أقل من ساعة يستلم شايك المبلغ و يتوكل على الله أي مواطن في الشاك يقدر يدخل رغم المدني طبعا يدخل يعني كان عندها تجربة في الهيئة و كان يعني من القصر الموجودين يقدر يدخل رغم المدني في موقع الهيئة و يبين عنده كم المبلغ الموجود و المرصود فيقدر راجع الهيئة خلال ساعة على ما يكمل استكانة الشاي مثل ما يدلون يستلم الشايك و هذه خفضت من سبع مليون نحن خلال الحملة الماضية إلى أربع مليون باقي عندنا يعني بدأوا يطالبون طبعا في ناس قاعدت راجع و تأخذت تستلم المبالغها و هذا يعني من خلال وسائلكم الإعلامية و هذا البرنامج هو جزء من الوسائل الإعلامية اللي قاعدت تساعدنا في توصيل الناس لأموالها الآن كل ما يدلش و يضع رغم المدني طبعا لا يوجد شيء أعطيكم العافية الله يسل لك إذاك الله العملية بسيطة كان يتخل على السايت و يتخل رغم المدني فعلى طول يبين معه و مبلغ لهذا و على طول يراجع و يقدمون الخدمة في القاع المصرفية و يستلم الشايك لا أنا ما شاء الله حبيت الخدمات التي قاعدت تقدمونها الجديدة و المبنى و أيضا أخذينا شرح كامل بإنجازاتكم و مهامكم المنوطة في شون القصر كل شكر لضيوفي المهندس حمد عبداللطيف البرجس نائب المدير العام للشؤون الإدارية و المالية و التطوير الإداري في هيئة شون القصر و كذلك كل شكر للدكتور عبداللطيف أحمد دسنان نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصر في هيئة شون القصر ترجمة نانسي قنقر